في هذه النقطة ونحن نتحدث عن الدين باعتباره بطانة تغلف كل هذه التوجهات عند العالم في منطقة العلم وعند المبدع في منطقة الأدب والفن ما الفارق الجوهري بين هذا التصور الديني وما تقوم به الفلسفة؟ الفلسفة سأقول الآن لأنها مطلوبة في تكملة البناء الفلسفة ستجد كل هذه الكيانات موجودة أمامها العلم عدة علوم الفن والأدب عدة فروع هذه الأفكار متعددة اللي هي مصدرها الدين اللي هي الأفكار الموجهة اللي هي الأفكار اللي بمثابة الدفة من المركب يعني العلم والفن والأدب نتصورهم مركب إذا لم يكن لها دفة تعرفي ريحة فين متجهة فين المركب يعني مش سيحة كده عاوزة فكرة تريد لنفسها أن تتحقق فكرة الحرية تريد لنفسها أن تتحقق المساواة العدالة إلى أقله هذه هي التي توجه سواء العلم في مسيرته أو الفن والأدب في مسيرته تأتي الفلسفة توحد هذه الأنشطة الكثيرة لأن الفيلسوف من شأنه هذا هو صميم العمل الفلسفي يجد أمامه في الساحة تفصيلات كثيرة كلها موجود عدة فنون وأداب عدة علوم عدة قيم ينادي بها الدين أو تستمد من الدين ويسأل نفسه ترى هل هذا المركب الفكر الثقاطي للفن الأدب الديني هل هذا المركب لكثير التفصيلات ممكن أن نجد له فكرة واحدة كبرى تشمله يعني توحده فيحاول الفيلسوف أن يستصفي أن يستخلص من هذا كله ما يسمى فيما بعد عندما تكتمل بالمبدأ الأول المبدأ الأول هذا شرطه أن يكون قابلا لأن يستخرج منه بطريق الاستدلال كل هذه التفصيلات ولكن بالطبع الوصول إلى مبدأ أول نطمئن له في مسألة شموله لهذه التفصيلات جميعا يؤدي إلى الاختلاف يعني الفيلسوف ألف يحلل على نحو ما ويستخرج مبدأه الأول فيلسوف باء يجد أنه لا التحليل قد يؤدي إلى مبدأ آخر وعادة مع اختلاف العصور التاريخية تختلف المبادئ الأولى التي يصل إليها الفيلسوفة ومن هنا تأخذ العصور الثقافية المتتابعة طابعها وعند هذه النقطة أريد أن أقف لأبدأ حديثي في هذه الحلقة تمام خاصة أن يمكن أن يتسعى الموضوع لمناقشة ما هو قومي في عناصر التقافة وما هو إنساني هذا هو النقطة يعني ما هو الملمح الخاص الذي يميز ثقافة ما وكيف يكون نعم هو بقى نبدأ يعني إحنا كنا قلنا بالصدفة أو بالتدبير ووجد عندنا ثلاث وزارات كل وزارة منها تأخذ أحد الأضلاع الثلاثة ووزارة للإعلام ووزارة للتعليم وهناك وزارة للثقافة فما الذي نريده من وزارة الثقافة أن تعمله في تصوري أنه لا بد من تبين في وضوح ما هو الهدف من كل نشاط فكري ثقافي أدبي علمي ما هو الهدف الذي نريد أن نصر تهدف إنسانية الإنسان إنسانية الإنسان لا فرق بين أسود وأبيض لا فرق بين كذا وكذا لا فرق بين كذا وكذا إلا فهذا لو خذنا مثل آخر من أوروبا مثلا القرن السابع عشر يسمونه عصر العقل القرن الثامن عشر يسمونه عصر التنوير لماذا؟ لأن كل جزء من الناتج الثقافي أو العلمي في هذا العصر ينشد ما يرضي أو ما يشبع منطق العقل هذا هو العصر الذي افتتحه ديكارت العصر القرن اللي بعده تنوير وعقز التنوير معناه زيادة المعرفة على شرط أن يكون الاحتكام للعقل وعلى شرط أن يكون الإنسان ذا وعي بحقوقه وبحقوق الآخرين وبطبيعة الكون من حوله